في بعض الأحيان يواجه طفلك مشكلاً إلى من يمكنك الحديث؟ هنا تشاهدون ثلاثة أسر المنزل الأول هو بيت أنور وفطيمة وبناتهم المنزل الثاني هو بيت سونجا ذي فريز وأطفالها المنزل الثالث هو بيت سيرجيو ونومي مع أبنائهم الذكور وأم نومي تعيش الأسر بالقرب من بعضها البعض يلعب أطفالهم مع بعضهم البعض في الشارع في أغلب الأحيان وفي أغلب الأحيان يذهب الأباء والأطفال إلى المنتزة الأباء سعداء مع أبنائهم هم فخورون بكل ما يفعله أطفالهم ولكن في بعض الأحيان هناك مشاكل أصغر ابنة لأنور وفطيمة تبلغ من العمر ست سنوات لا ترغب ابنة تيمة أن تنام في وقت النوم في كل مرة تضعها فطيمة في السرير تبدأ في البكاء والصراخ وعندما تعود فطيمة إلى غرفة الجلوس تنهض ابنتهما مجددا يبلغ ابن سونجا من العمر ثلاث سنوات لا يريد الأكل في بعض الأحيان يقوم برمي سحنه والأكل على الأرض ابن سيرجيو ونومي يجادل يبلغ الإبن الأكبر لسيرجيو ونومي من العمر ستة عشر سنة هو يمر بسن المراهقة لا يسغي لأبويه في أغلب الأحيان يتجادل مع أخيه وأبويه وبعد ذلك ينصرف بغضب ويغلق الباب بقوة في أحد الأيام استلم الأبوين رسالة جاءت الرسالة من طرف منظمة أين يمكنك الحديث عن أطفالك على سبيل المثال عن كيف ينام ويأكل الأطفال أو عن المراهقين الذين لا يصغون للكلام تحتوي الرسالة على اسم وعنوان المنظمة يمكنك الذهاب إلى المنظمة أو يمكنك الاتصال هاتفياً والحصول على موعد يقرأ أنور وفطيمة الرسالة يعتقدان أنها فكرة جيدة يودان أن يعرفا كيف يساعدان ابنتهما على النوم في موعد النوم وماذا يمكنهما فعله لتنام ابنتهما جيداً ليلاً ذهبا إلى المنظمة تقرأ سونجا الرسالة وتود كذلك الحديث عن أكل ابنها اتصلت هاتفياً بالمنظمة وتحصلت على موعد تزورها سيدة في بيتها للحديث يقرأ سيرجيو ونومي الرسالة كذلك يودان أن يتعلم أكثر فيما يخص ابنهم المراهق كيف يمكنك الحديث مع طفلك الذي يبلغ بمرحلة سن المراهقة أو كيف يمكنك مساعدتهم إذا كانوا بعض الشيء معرضين للخطر تعطي سيدة من المنظمة بعض النصائح لسيرجيو ونومي هل تود كذلك الحديث عن أطفالك؟ ابحث عن منظمات بالقرب منك والتي تعطي النصائح للأباء مثل مركز للشباب والأسرة يمكنك الحصول على موعد هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر